قال الله تعالى في محكمة كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العلي العظيم تشكل المناع النفسية قوة هامة جدا لحماية الصحة النفسية عند الإنسان فكما تتعرض الإنسان لمختلف الأمراض إذا قلت مناعته الجسمية كذلك إذا قلت المناع النفسية عند الإنسان فإن هذا يؤدي إلى الإصابة بمختلف الأمراض النفسية ومن أخطر هذه الأمراض هو التعب النفسي إننا كثيرا ما نسمع من بعض الشباب القول بأنهم متعبون نفسيا أو تجد هناك من يقول لك مثلا أنا تعبان نفسيا هذا ينطلق من عدة أسباب وله عدة علامات قبل أن ندخل في ذلك نشير إلى الآية المباركة التي بدأنا بها البحث وهي قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في مشقة في تعب إذن الإنسان أيضا بما يواجه في هذه الحياة من مشاكل من مصاعب من ضغوط يؤدي به إلى التعب ولقد خلقنا الإنسان في كبد إذن الكبد هو تعبير عن المشقة عن التعب عن الجهد